اهلا بكم مجددا ونواصل الحدث الاقتصادي من السودانية 24 تنعقد في الثالث عشر في الفترة من الثالث عشر وحتى السابع عشر من شهر الجاري بجنيف الجولة الرابعة للمفاوضات بين حكومة السودان ومنظمة التجارة العالمية اكد وزير التجارة الخارجية حاتم السل اكتمال الاستعدادات لجولة المفاوضات معبرا عن أبله في اتمام الاجراءات للانضمام هذا العام كانت الجولة الثالثة من المفاوضات لفريق عام الانضمام السودان قد عقدت في فبراير الماضي بعد توقف استمر ثلاثة عشر عاما هذا وظلت الدولة تؤكد حرصها ودعمها لجهود القطاعات المختصة والقطاع الخاص حتى يتمكن السودان من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية اضافة لتعزيز جهود فريق العمل من الوزارات والمؤسسات ذات الصلاة التي تعمل في الاعداد لعملية الانضمام للمنظمة بعد مضي نحو اثنين وعشرين عاما على نشأة منظمة التجارة العالمية يأمل السودان ان يحظى بعضويتها مع نهاية العام سبعة عشر والفين اذ اعلن المفاوض السوداني مع المنظمة عن استفاء بلاده كافة الشروط التي تؤهلها لعضوية المنظمة وان السودان بصدد استقبال وفد من المنظمة اطلاع على ما اتخذ من اجراءات في السودان لنيل عضوية المنظمة باجتماعاتها في الارجنتين نهاية السبعة عشر والفين وتعتبر التجارة الخارجية مرتكزا مهما في اقتصاديات الدول الا انها في السودان ظلت تعاني من اختلالات هيكلية ابقتها في مستوى متدني من حيث الاسهام في الناتج المحلي بسبب جملة من الاسباب الداخلية والخارجية والتي تمثلت في عدم الاستقرار في السياسات الخاصة بالصادرات وغياب استراتيجية واضحة لمعالجة المشكلات التي تعترض تنمية وتطوير وتنويع المنتجات السودانية وضعف الجانب التسويقي للصادرات السودانية ورغما عن تمتع السودان بموارد اقتصادية زراعية وحيوانية ومائية وتعدينية الا ان معظم صادراته تقليدية وتصدر في معظمها كمواد خام ما يفقد السودان كثيرا من الموارد التي تهدر بسبب اغفال التصنيع وميزاته التفضيلية في مجال الصادر امر اخر لا يقل تأثيرا على تراجع التجارة الخارجية السودانية والصادرات على وجه الخصوص يتمثل في هيكل الصادرات اذ يعتمد على المواد الخام والسلع الاولية فالتقرير السنوي لبنك السودان المركزي للعام 15 والفين يبين ان صادرات الثروة الحيوانية تشكل 28.7% من اجمال الصادرات السلعية تليها السلع الزراعية بنسبة 26.3% ثم السلع المعدنية بنسبة 23.8% ثم الصادرات النفطية 19.8% وفي المرتبة الاخيرة المواد المصنعة بنسبة 0.7% والمواد المصنعة تمثل اقل نسبة في الصادرات باقل من 1% وهو ما يعني ان السودان لا يعرف الصناعة وهو تحدي كبير في ظل اتجاه البلاد للاندماج في الاقتصاد العالمي وارتفاع الرسوم والضرائب التي تليها والتي لها علاقة بطبيعة استقرار السعر الصرف والسياسات النقدية الاخرى بجانب عدم توفر التمويل اللازم للصادرات السودانية سواء في جانبيها التسويقي والانتاجي ويحاول السودان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية منذ 15 عاما الا ان طلبه يقابل بالرفض من طرف المنظمة وتبرر المنظمة رفضها للسودان بعدم استفائه للشروط الاقتصادية من بينها سن بعض التشريعات المتعلقة بانسياب حركة التجارة لكن يبقى السؤال ما هي فرص نجاح السودان في الانضمام لمنظمة التجارة الدولية وما هي الفوائد التي يمكن ان يجنيها من هذه العضوية في ظل خلل مشروع التنمية بالسودان والذي ينعكس على باقي مكونات النشاط الاقتصادي وما لم يتم تبني مشروع تنموي حقيقي سيكون انفتاحه بشكل اكبر على الاقتصاد العالمي شديد السلبية وسيبقى مجرد سوق لسلع الدول الاخرى ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع رحب بضيفي من الخرطوم دكتور حسن احمد طه المفاوض الوطني لملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أولا مرحباكم مساء الخير يا دكتور ما هو تقييمكم لجهود الدولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وبنظرك هل اقتربنا من تحقيق هذا الهدف؟ شكرا جزيلا لك لهذه الدعوة وهذه الفرصة لنتحدث عن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وفي حقيقة الامر يعني مضى اكثر من عام منذ ان بدأت خطوات جادة جدا من الدولة في اعادة فتح ملف السودان الذي توقف منذ عام 2004 في التفاوض واستعادة السودان المحاولة في التفاوض مع المنظمة منذ منتصف العام السابق وخلال هذه الفترة حدث تطور كبير جدا من حيث اعداد كل الاوراق الخاصة بالتقديم للمنظمة من حيث السياسات المالية السياسات الاقتصادية التي اتهيجها السودان ومن حيث مراجعة القوانين والنظمة التي تحكم نظمة التجارة في السودان والتعاون معها والنظمة الاستثمار في السودان وقد تقدم السودان بعد الطلب باعادة التفاوض مرة اخرى في العام السابق كما ذكرت وكان ذلك السكرتارية المنظمة كانت في وزارة التجارة التعاون الدولي وتبنى الدكتور كمال حسن علي في ذلك الوقت اعادة فتح الملف مع المنظمة وبدأنا حوار مع كل الدول التي كانت لها تحفظات في انضمام السودان وفي النظم المعمل بها في السودان ومدى قدرة السودان على الوفاء بالتزامات الدخول الى المنظمة وبدأ وضع التفاوض بصورة جادة في ذلك الوقت ووضعنا خارطة طريق لانضمام السودان الى المنظمة في فترة خلال عام وفي هذا العام كان علينا ان نعيد كل المتطلبات الدخول وكان منها النظام التجاري في السودان وكان منها القوانين التي تحكم التجارة ومدى التضاربة واتساق مع القوانين التجارة العالمية وعرض السودان في السلع وعرض السودان في الخدمات للدول الأعضاء دكتور اذا ما هي فرص انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وهل نحن مؤهلين لذلك في مجمع الملفاتكم اللي شايلين هماشين بها جنيف التأهول فيه جانبين الجانب الاول هو مدى وفاء السودان بكل متطلبات الدخول من حيث النظم من حيث القوانين من حيث تضاربة وعرض السودان في السلع وفي الخدمات وعرضها للأعضاء لأن النظام من نظمة التجارة العالمية يعتبد على موافقة الأعضاء على الانضمام بعد مراجعة كل النظمة التي تحكم التجارة في السودان ومدى مهائمة مع النظام نحن من حيث تقدوم الوثائق الأساسية قدمنا حتى الآن أكثر من 13 وثيقة للانضمام وقد أوفت هذه الوثائق كل متطلبات دخول السودان دخلنا في الجولة السابقة في تفاوض مع التيم الذي يرقى في طواب مجموعة الدول وأكثر من 38 دولة سجلت رغبة في أن يدخل السودان إلى المنظمة وتكون وفض التفاوض برئاسة اليابان واليابان كدولة رئيسية ودولة من الدول العظوى دكتور على ذكر 38 دولة سجلت رغبة هذا ربما يقود سؤال للمشاهد البسيط كم العدد الكلي من الدول المطلوب على الأقل تضمن موافقة هذا إلى جانب الإجراءات الفنية الأخرى كم عدد الدول المطلوب من المجموعة الكلي الدول التي ترقب في التفاوض هي التي لها تعاون تجاري مع السودان وترقب في التعاون مع السودان وليس بضرورة هي كل الدول الأعضاء الدول الأعضاء في المنظمة حتى الآن هي 164 دولة الدول الأعضاء في السودان الدول التي لم تنضم حتى الآن حوالي 24 دولة هي في طريقة إلى الانضمام كذلك ولكن ليس هناك حد أدنى للدول التي ترقب في الانضمام لكي تتقول نظام بضرورة هي العليم هو ينتبه على التوافق الأعضاء على دخول السودان كيف تنظرون لجهود اليابان مع فريق العمل الدولي والتي تمت في هذا الصدد يا دكتور؟ كما ذكرت نحن عقدنا جولتين قبل كده واليابان كانت هي رئيس فريق التفاوض مع السودان واليابان بدلت مجهود كبير جدا مع دول الأعضاء في التوفيق بينه وبين العرض بتاعنا والسفير اليابان لدى المنظمة هو رئيس هذا الفريقات التفاوض وقد بدل مجهودات كبيرة جدا في التفاوض نحن لدينا دعم كبير جدا من مجموعة من المجموعات داخل المنظمة لدينا دعم من كل الدول الأفريقية ولدينا دعم من كل الدول العربية ولدينا دعم من كل الدول النامية كذلك بدأنا مشاورات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي اتحادنا مع الدول الرئيسية تلعب دول رئيسي في التيارة الدولية مثل الروسيا البرازيل ينوب أفريقيا الصين وكل أكدت دعمها لدخول السودان إلى المنظمة كذلك دخلنا في تفاوض مع الولايات المتحدة مدى رقبة في دخول السودان أو تأييد دخول السودان وحدثت جلستين مع مندوب الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة وفي الجولة قبل الأخيرة وأكدوا أنهم لا اعتراض لهم على دخول السودان ولكن السودان عليه الوفاء بالتزامات كثيرة من جانب الولايات المتحدة ترى أن السودان عليه أن يقوم بكثير من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات الإدارية وإصلاحات القانونية لكي يتأهل في ذلك دكتور على ذكر الولايات المتحدة هذه الجولة ستعقد يوم 13 ستبدأ يوم 13 والمفروض قبلها يوم 12 هذا موعد ربما هو مهم نسبيا ما لم يحدث جديد هو الموعد الذي ستفتي فيه الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص انتهاء مهلة 6 أشهر بغض النظر عن النتيجة هل سيكون للأجواء العامة سواء كان رفعة العقوبات أو مددت أو ما إلى ذلك هل ستكون لها أي تأثيرات في أجواء المفاوضات برأيكم هو لا شك موقف الولايات المتحدة سواء رفعة العقوبات وترفع هو دول الولايات المتحدة دور هام جدا لا يمكن تجاهل بأي صورة من الصور وظلنا في متابعة وسفارتنا لدى سويسرا ومندوبنا لدى المنظمة ظل في متابعة مع الولايات المتحدة وأكدت في كل جولات إنها لا تعترض وقد كانت الولايات المتحدة أكثر الدول التي بعثت إلينا بالعديد من الأسئلة وأجبنا على كل الأسئلة التي طرحت الولايات المتحدة وكل المطلبات التي ترى الولايات المتحدة أن السودان يقوم بها ونعتقد أن أسئلة الولايات المتحدة تم الإجابة عليها بصورة إيجابية وصورة جيدة جدا ولا نعتقد أن هناك ما يعيق أو يترك الولايات المتحدة تتخذ موقفا سالبا تجاه السودان نحسب أن هذه الجوهات تكون إيجابية وذلك من الانطباع الذي نجده من كل الدول العضاء الذين أكدوا دعمهم لدخول السودان في المنظمة دكتور ربما هناك سؤال يدور في أذهان الكثيرين وخاصة رجل الشارع العادي ما مدى استفادة السودان من المشاركة في المنظمات التجارية الدولية المنظمة التجارية الدولية تمثل كما ذكرت 164 دولة من دول العالم هي أعضاء في هذه المنظمة حتى الآن حجم التجارة التي تتداول بين هذه الدول من حجم التجارة الدولية يتمثل في أكثر من 98% من حجم التجارة الدولية هو بين الأعضاء المنضمين في هذه المنظمة ولذلك دخولك في المنظمة بيضمن أنك تتعامل مع غالبية الدول الأعضاء وتتعامل مع عالمية دول العالم وأيضا أنت تتعامل مع الحجم الأكبر من التجارة عالميا في هذا الأمر فهذا هام جدا جدا فإذا كنت خارج المنظمة يعني كأنك مزيد من العزلة ومزيد من الإخفاق في أن تصل إلى الأسواق العالمية الأهم من ذلك أنك داخل المنظمة تستطيع أن تعمل وفق النظم والحماية التي يضمنها لك نظام التجارة الدولية إن كنت خارج المنظمة فمن حق الدول الأعضاء في المنظمة نفسها أن يتعاملوا مع دولة غير منضمة نظمة بأي صورة ترى من ذلك والآن حتى الدول التي لها علاقات معنا تجارية كبيرة الدول الرئيسية تفرض رسوم إضافية على السودان ولكنك في إطار دخولك للمنظمة لا تستطيع حاجة إلى أن تفرض أي حظر أو تفرض أي رسوم أو تفرض أي قيود على دخول الأسواق فنحن داخل المنظمة في وضع أفضل منه إن كنا خارج المنظمة ولكن يبقى السؤال أنه ماذا نستفيد هو على مدى قدرة الاقتصاد السوداني على زيادة انتاريته على زيادة فعاليته زيادة القدرة التنافسية إلى الصناعات والزراعة والمنتجات السودانية المدر وهذا يفرض علينا اتخاذ كثير من الخطوات لجعل كل هذه الغطاعات ذات قدرة التنافسية عالية وعلى قدرة على اقتلاق هذه الغطاع وهناك كثير من السياسات المطلوبة لتسهيل التيارة الخارجية لتسهيل الغطاعات الانتاجية لدعم الغطاعات الانتاجية حتى تتمكن من تطوير قدراتها لتجهي تنافس في المنافسة العالمية هذا العمل يتطلب سياسات ويتطلب اجراءات ويتطلب عمل كبير حتى بعد دخولنا إلى المنظمة لا بد من وضع السياسات التي تجعل السودان يستفيد ايجابيا من دخوله إلى هذه المنظمة وليس هناك شيء يعني نتوقع في ايجابي يحدث ما لم تتواكب مع ذلك مجموعة من السياسات التي تجعل الاقتصاد السوداني ذا قدرة نفسية عالية للدخول في هذه المنظمة دكتور ربما لدينا الآن بروفة هي مشكلات اقتصادية تواجهنا في ما قادرين نستفيد على الأقل من وجودنا حتى في منظمات اقليمية يعني الدول الكوميسا وما إلى ذلك هل نحن الآن يعني امتدادا لحديثك السابق انضمامنا لمنظمات اتجارة العالمية دون عدد هيكلة قطاعاتنا الاقتصادية لمواجهة المنافسة العالمية سيزيد من مشكلات تلك القطاعات كما ذكرت لك لا بد من دراسة قدرتك التنفسية في كل قطاع من القطاعات وفي كل جزء من القطاعات الاقتصادية فيها يعني زيما بسكنا للزراعة لنبحث عن كل القطاعات المختلفة واحدة من التسئلات التي وجدناها ونحن نستعيد للدخول المنظمة هو الدعم الذي وجدناه من المنظمة نفسها في دراسة وتشخيص وضع القطاعات المختلفة والسياسات المطلوبة لجعل هذه القطاعات ذات قدرة تنفسية في المنظمة والسياسات المطلوبة وهذا جزء من الدعم الذي سيجده السودان من الدخول وقد أجريت الدراسات الشخصية للقطاعات المختلفة وحددت السياسات وهناك دعم يمكن أن نجده في كيف نجعل هذه القطاعات للقدرة التنفسية ما ذكرته عن حديثة عن الكوميسة هو أننا في الكوميسة لم نتخذ السياسات اللاذمة لكي نستفيد من الأسواق التي دخلنا فيها في الكوميسة ومدى قدرتنا استفادة منها وهذا مطلوب في أن نصحح هذا الوضع في أن ندخل وهناك مجموعة من الإجراءات التي تمكن قطاعاتنا من الدخول والتنفس بصورة إيجابية دكتورة هنا موقع السودان في خارطة المنطقة العربية الحرة وممد انعكاس على تسويق صادراتنا في الأسواق العالمية الكوميسة تعتبر متقدمة من حيث الهياكل ومن حيث النظم ومن حيث التطور الذي حدث في أنظمته مقارنة بالمنطقة العربية المنطقة العربية ظلت محدودة جدا في تطوير آلياتها وفي فتح المنطقة التيار الحرة ولم نستفيد منها كثيرا وإن كان هذا لا يقع على السودان وحده وإنما المنطقة نفسها لم تطويرها كل الدول العضاء بصورة تجعل أجهزة ونظمة ذات فعالية وذات قدرة على التنظم لكن الكوميسة حدث فيها التطور من حيث الأجهزة والنظم التي تحكم في داخل إطار مجموعة الكوميسة دكتور حسن أحمد طه المفاوض الحكومي لملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك وبالتالي مشاهدنا نصل إلى ختام الحدث الاقتصادي لهذا اليوم من سوداني 24 نختمه بأهم ما جاء فيه من عنوين النائب الأول يطمئن على جهود الانضمام للتجارة العالمية وزير المعادن نشجع الاستثمار في تصنيع المعادن وسنمنع تصدير الخامة تحية لكم أينما كنتم وفي أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة